خلينا بس نفصل شوي بالمثال الذي عرجنا إليه بموضوع يعني بعض الأحيان يقولون لك أنه أنا مضطر يا فضيلة الشيخ أنا أحتاج إلى أن أعمل في هذه المؤسسة الأعلامية يا سيدي مثلا وسياستها التحريرية تعادي قضايا المسلمين تعادي تسمي الشهيدة قتيلا وتناصر ربما العدو الصهيون يقول لك أنا مضطر أن أعمل في هذه القناة مثلا عايز أكل عيش وخلص يعني من باب الإضطرار هل يكون معينا للظالمين في هذا شوف هو الضرورات وأحكام الضرورة في الفقه الإسلامي معروفة فهناك أناس يقول أنا مضطر وهو ليس مضطرا وأمام بدائل أخرى كثيرة جدا يعني الفقهاء لما تحدثوا عن الضرورات قالوا أن تكون الضرورة حقيقية وليست متوهمة وأن لا يكون في مقدوره دفعها أن لا يكون في مقدوره دفعها فهل كل إنسان هو فعلا مضطر الذي يتوفر فيه شروط الاضطرار الحقيقي يعني نحن نقول أرب العالمين سبحانه وتعالى أجاذ أكل الميتة لكن مش على إطلاقها أها يعني أنت تأكل الميتة كلها وتقول أجاذ أكلها أنت تأكل منها ما يقيم إوادك الضرورة تقدر بقدرها أنت تأكل منها ما يبقيك على قيد الحياة إنما ما تمليش بطنك منها وتتخلصها كلها وتقول الأكل الميتة حلال أنا مضطر أو أقوم مثلا بحفلة مشاوي وبيعزم رفقاته آه نعم وبالتالي هيك صارت شيخنا اليوم نعم أنا أقصد أنه الإضطرار المثال اللي حرك ذكرته هل هذا الإنسان الذي يقول أنا مضطر هل أمامه بداية أخرى يمكن أن يعمل فيها أم لا وهل هو بيعمل هذا العمل من يحدد حجم الضرورة وضوابط الضرورة بالنسبة للفرد ضمير الإنسان وللمجموعة ضمير الإنسان وللحزن وللحزن وللحركة سؤاله ضمير الإنسان ضمير الإنسان هو الذي يحدد هل يعني هل هذا الذي يفعله هو ضرورة أو غير أو غير ضرورة ويعني في هذه الأحكام أحكام الإضطرار هذه ما فيش حاجة يا أستاذ علاء هتبقى مقاس واحد للكل آه إنما كل حالة تقدر بقدرها وعندنا القاعدة تقول الوسائل المقاصد تابعة لها يعني وسيلة الحرام حرام وسيلة المباح مباحة وسيلة الواجب واجبة فإن كنت تقصد إلى أمر عظيم أمر به الشارع ولكنك للوصول إليه اتررت أن تفعل وسيلة محرمة تطلم أن المقصد حلال يجوز كما نفعل في فداء الأسرة نحن نفع الغاية تبرر الوسيلة لا ليس الغاية تبرر الوسيلة لا الغاية تبرر الوسيلة هو من الأول أصلا ما عنده مقصد حسن هو ما عنده مقصد حسن وليس عنده استعداد أنه هو يعني يعني مبدأه فهو مبدأه هو الغاية تبرر الوسيلة لكن أنت تريد أن تحقق مقصدا شرعيا وهو حفظ النفس فتدفع المال للعدو معلوم أن العدو سيأخذ هذا المال الذي تفدي به الأسرة ويستخدمه لتقوية نفسه وقتالك مرة أخرى صحيح فبالتالي دفع المال للعدو معروف أنه حرام لكن باتفاق العلماء يجوز هذا لأن المصلحة التي ستترتب على دفع هذا المال للعدو هو مصلحة فكاك هؤلاء الأسرة وحفظ دمائهم وحرياتهم فمن هذا المنطلق نحن نقول الضرورة تقدر بقدر لكن خلينا نقول أن الظلم أولا ينبغي أن يكون أن يعلم خطره وأن الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء